موسيقى 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 كاين فرق كاين فرق أولا بعدا كنظن بأنه المصطلح للأمن الغدائي ستطور عاد كما نصل وصلنا للسيادة الغدائية ولكن الأمن الغدائي متانا قبل من السبعينات أو الثمانينات ديال القرن الماضي كل جميع كيتكلم على الاكتفاء الداتي الغدائي الاكتفاء الداتي ما كانش الكلام على الأمن والاكتفاء الداتي شكي يعني كي يعني أنك تنتج مئة في المئة مما تستهلك أشياء بسيطة وواضحة بغيتشكون الاكتفاء تستهلك مئة مليون قنطار ديال الزراع تنتج مئة مليون قنطار ديال الزراع على ترابي البلد ديالك في الثمانينات من ظهر؟ بحقيقة مرة الولد هالقضية ديال الأمن الغدائي ظهر في الأدبيات ديال منظمة الدولية وعنده واحد المفهوم الغريب كتعرفوا أنه الثمانيات هي العشورية ديال التحرير أتوفا كل شي ما كيشهد غير بالعولامة وبالتحرير الأسعار والأسواق والخوصاصة فهذا الإطار هذا قيل لنا البنك الدولي أساساً أنه الأمن الغدائي هو في الحقيقة في السوق الدولي ماشي داخل الحدود ديال واحد البلاد بغيتي تدخلها جسما بما أنه طبعا هاتشي تدخل مع إيطاج ديال الإيديولوجيا ديال العولامة أي أي أنه بما أنه تدفعوا بالكل البلدان أنهم يتخصوا ويخصوا الإنتاج دياله بشي حسب الحاجيات ديال طلب الداخلي حسب الحاجيات ديال السوق الدولي إذن في هذا المنظور هذا إلى البلدان كلهم باعوا دكش اللي كينجو في السوق الدولي البلاد اللي عنده خصاص في واحد المادة معينة ما كين مشكل يمشي للسوق الدولي وغير يصيبها إذن هو في أمن ولكن الأمن المفهوم أنه في الأسواق الدولية طبعا الشرط 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 ما هو أنه يكون لديك الدين ما هو أصدر ودعو حتى المنظور يستجعون الدول لكي يصدرون. وتقول لهم بأنه كلما صدرته أكثر ما صدرته كلما راه ستكون عنده الدوز وكلما ما عندكم حتى شيء مشكلة دي الأمن السوق الدولية فيها كل شيء. طيب هذا المنظور دي المنظمة الدولية أي الأمن في السوق الدولية. لكن بعد ذلك جاءت لأي فاو اللي قلتي في السومي ديال 1996 وجاءت بواح المنظور ديال الأمن الغدائي اللي هو أكثر شمولية وأكثر توازنة. شنو هو المضمون العجلة ديال هاد النظرة ديال منظمة الأمم المتحدات الزراعة بالنسبة للأمن. هي كتقول لك باش يكون واحد البلاد معين في أمن غدائي خص خمسة ديال الشروط. خمسة اللي يجب أن نبسطو الأشياء ونوضحوها. أولا خص المادة المعنية تكون موجودة في السوق الوفرة تكون موجودة. ثانيا خصك تكون عندك المواطنين يكون عندهم القدرة الشرائية باش يقتنيوا ذاكلا. إذا خص الولوج. فنظرو الوجود أولا سالة ديسبوليبيليتي ولكن غد زيد عليها الاكسيسيبيليتي. الاكسيسيبيليتي هي القدرة باش توصل ذاك المادة وتقتنيها. إذا القدرة الشرائية المداخلة الدخلية. ثالثا خص ذاك الانتاج يكون في ظروف تتلاءم مع البيئة مع الموارد الطبيعية. مع الموارد الطبيعية. وطبعا على الماء. إذا تكون في تناغم مع الإكراهات والإمكانيات ديال البيئة. تالي رابعة خصة تكون تحافظ على الصحة ديال الناس. يمكن تكون هيا تكون كاينة وتوصل لها يستخدم. ولكن كنت تتهلك الصحة ديال الناس ما قد يناغم. إذا الأم تعني بأنه المواد تكون هي أيضا صحية. وكيتين حتى اللي كيزيدو وكيتلاء محتى مع الحقائد والعادات ديال المجتمعات. العادات الغدائية ديال المجتمعات رغم اختلفة. فهي أيضا ما يمكنش تقول بأنك في أمن وتكدير واحد المنتوج لهم. ما هوش تيدخل في العادات ديال الاستهلاك. إذا أيضا يكون صحي ومتلائم مع العادات. وآخرا وآخرا وليس آخرا هو الدوامة للدغابيرتي. أي أن هاتش كله ما يكون شي غيضر فيه. يكون دائم وقار. طيب إذا طبعا كنا نلاحظو بأنه هذا المنظور هذا. لما أغنى وأصح وأقوى بكثير من ذلك المنظور اللي هو اللي. هذا يقولون بأنه منظور تأخذ مع الاعتبار الجوانب المتعددة ديال الإشكالية ديال الأمن الغذائي. أرى أن السيادة المصطلح ديال السيادة في الحقيقة هو وراها. خرج في نفس الوقت في 1996 بالمناسبة ديال السومي ديال الإيفاو في 1996. فيا كومبسينا خرجت للعلان هذا المصطلح ديال السيادة. وفي الحقيقة هو طبعا ما يمكن تعتمد على هذا الشي. طبعا ما يمكن هذا كله تبان منطقي. وإذن السيادة كتعني هذا. ولكن شك يزيد المصطلح ديال السيادة الغذائية؟ كيزيد بأنه بلد عنده سيادة. من؟ كيكون عنده الإمكانية باش يضمن ويتضبط يضبط الاختيارات في المجال ديال الفلاحة السياسة الفلاحية مثلا. إذن يكون متحكم في القرار حسب الحاجيات ديال السكان دياله. أي يقوم بالاختيارات. يتحكم في الاختيارات دياله. ويوجهها أولا حسب الحاجيات الداخلية ديال السكان. ديال الطلب الداخل. وزيادة تجد واحد الحاجة ليها مهمة. بدون أن تمشس بالمصالح ديال البلدان الأخرى. هذه مهمة. لأنه مزياد أنك تأخذ تكون عندك سيادة هي أنه عندك سيادة الاختيار أولا. كتضبط السياسة الفلاحية ديالك. كتقول غدير هذي وما غدير هذي. إذن هذه إيادة السياسة. ودك الاختيارات أساسي كتصديره أخدا بعيدا الاعتبار أولا. الحاجيات ديال السكان ديالك. مش الحاجيات ديال السكان الدولية. ديني. ولكن طبعا بلا ما تتمس بالمصالح ديال الشعوب الأخرى. لأنك كان عيش بواحد العالم اللي يتعايش. ولكن نحترموا المصالح ديال كل شعوب. إذن هذه هي السيادة. طبعا. السيادة كتعني بأنه بلد عنده القدرة. إذن باش يتحكم في القرار. في القرار. في الاختيار. يتعلق بالسياسة الفلاحية. الإنتاج. التوزيع. التطوير. التكوين. كل ما يتعلق بسياسة الفلاحية. الهاجس الأول. الدافع الأول. هو المصالح الداخلية. والحاجات الداخلية. وهنا باش نأخذلك. هذا المصطلح ديال السيادة كيكمل. كي يمكن نقوله بأنه. طبعا. الكمبرانسة ديكو تيدمج. الأمن الغدائي. ولكن المنظور دياله. التطوير دياله. اللي كان. بدك الخمسة دياله. الركائز. ولكن كيزيد عليه. القدرة باش يكون عندك. سيادة على القرار وعالاختيار.